اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكنا راح نشوف مع المقاطع قادمة كيف ترتب افكارنا فضروري الشباب اللي يشوف هذه السلسلة يتابحها من بدايتها علشان يأسس الفكرة عنده بطريقة صحيحة اليوم بنتكلم عن المقاييس اللي انت تشوفه هنا بالنظر وتشوفه هنا في الميتر لما اجي لهذا الويف فورم ملاحظ اني انا اشوف الويف فورم هنا مختلف عن الويف فورم هنا واكيد المنطق الطبيعي يقول ان المستويات تختلف راح نشوف قلنا هذا المعتمد واللي ثبتناه ناقص عشرة لكن هذا ناقص خمسة اكيد شي طبيعي لانه هنا في ارتفاع زائد خمسة فانا الان تأكد ان قياسي هنا العشرة ناقص عشرة بالقياس اللي اعتمدنا هنا ولما رفعت زائد خمسة ارتفع هنا زائد خمسة يعني اول نقطة شباب الرفع زائد خمسة هذا رفع صحيح النقطة الثانية اللي ضروري برضو انت تتأكد منها ان هذا القياس مرئي مش مطبوع على الويف فورم هذي لما تجي هنا تعمل انالايز نجي ل الاوديو وتعمل استاتيستيك انالايز الديبي عندي هنا اللي احنا نتعامل معه ناقص عشرة تقريبا هنا ناقص عشرة هذا بالنسبة الى اللي احنا تخدمنا ومشينا على بقية الامر هذي ان شاء الله بتتكلم عنها لما اجي الى هذا برضو ناقص عشرة نفس القياس بالضبط السبب يا شباب انه هنا الموجة هذي مطبوعة يعني الليفل هذا مطبوع خلاص ما فيه اي ليفل ثاني لكن هذا الليفل الصوت اللي انا رفعته شكلا وصوتا من خلال الفوليوم هذي يعني هنا انا عندي ظوليوم زيادة على هذي هو بيعطيك القياس الحقيقي الى هذي متى يتحول القياس الى الوايفه هذي لما تعمل الباونس الى نفس هذي الان لما تعمل الباونس فصار ملف قياسه هنا صفر طبعا لان رجعنا عملنا باونس وهذا صفر لان رجعنا عملنا باونس من الاساس الآن لما أجي إلى الستاتيستيك هنا راح يعطيني القياس الجديد فننتبه الشباب وهذه أنا أأكد عليها بشكل كبير جدا لما يعطيك القياس هنا اللي تشوفه هنا اتأكد إنه هذا اللي صاير عندك لفل حقيقي هذا اللفل الحقيقي ناقص عشرة والستاتيستيك يقول إنه ناقص عشرة والميتر يقول إنه ناقص عشرة إذن هذا الصح هذا الآن أصبح صح لأن الاستاتيستيك يقول ناقص أربعة وهنا ما في أي فوليوم عليه وهنا برضو جاء القياس فهذه أول نقطة شباب أحب أتكلم عنها فهذا المقطع وننتبه لها بالنسبة لكيو بيس هنا عنده هذه الطريقة للرفع وبرضو في طريقة ثانية وهي لما تستخدم النورمالايز والغين لما تستخدم النورمالايز هذا تخلي مثلا ناقص خمسة عمل لأب لاي والآن أكيد الليفل هنا ناقص خمسة تجي تشوف الاستاتيستيك ناقص خمسة فأنت الآن عرفت ان النورمالايز والغين قاعد يعطيك طبع حقيقي يعني هو نفذها لاحظ هنا صفر وهنا في ليفل معناته ان الشي الآن مطبوع موجود على الويف فورم وراح ياخد لك الاستاتيستيك مثل ما هو نورمالايز اي شي بروسسينج لما تجي الى هذه وتعمل بروسسينج بمعنات العملية طب اي شي خارجي من هنا مثلا هذا او هذا وفي بعض البرامج مثلا بروتوز يجي هنا ترفع الليفل اعتقد ان القضية متشابهة فيكون الرفع هذا مش حقيقي انما مرفوع هنا مش من اصل نفس الموجة هذي شباب ننتبه لها برضو تكلمنا في مقطع المعايرة اللي في بداية هذه السلسلة عن الميترات والليفلات ولكن قبل ما نرتب الليفل تابعنا ونعتمد هذا الليفل ناقص عشرة ونعتمد البانينج يكون بالانس فاليوم نبغى نشوف القياسات اللي موجودة عندي هنا الارم اس البيك طبعا اتعاملنا مع البيك احنا في المقطعين السابقين ونشوف الديجيتال وبقية هذه القياسات في مقطع عن الميترات تتكلمت عن هذه القياسات والستاندارات فما راح تكلم عنها انما راح نشوف واشي وازي الناقص عشرة بالنسبة الى بقية القياسات علشان انت تعرف اذا كنت انت تتعامل مع هذا القياس فالناقص عشرة عندك تساوي هذا الستاندار وتروح تقرأ تشوف الستاندار وتعرف كم قياسه يعني كالمعادلة الرياضية عشرة ناقص عشرة في الديجيتال ليفل كم تساوي مثلا في القياس الدي آي اين في البرتش سكيل وهكذا لما تكون مثلا عندك القياس في البرتش سكيل على سبيل المثال خمسة فتعرف ان الخمسة هادي تساوي كذا في الديجيتال سكيل فتقدر تتعامل مع هذه الهاردويرات ومع هذه الستاندارات بشكل بسيط جدا وان شاء الله لما نوصل الى معايرة بالاجهزة الخارجية من هذه السلسلة ممكن نتطرق لهذه العملية ونشوفها بشكل تطبيقي ولكن اليوم نبغى نشوف القياسات اللي عندنا قلنا ناقص عشرة الى هذا الدرامز كم تساوي بالرم اس نشوف خلاص دون ورقة وقلم ناقص عشرة تساوي ناقص خمسة وعشرين البوينت توم عليك منها ناقص خمسة وعشرين دي بي بالرم اس هذا قياس ثابت لما يكون عندك ناقص عشرة يكون الرم اس ناقص خمسة وعشرين الى الايقاع اللي يحتوي على الكيك والسنير والهاتس اللي يشمل جميع الفركونسي رينج يعني انت الان لما تسمع هذا العمل بكل نظافة بكل هدوء تحاول قدر الامكان انك تحقق هذا الشيء وهذه في مراحل متقدمة من عمليات الماسترينج وقراءات الماسترينج لكن انا اليوم ابغى اقول لكم ان البيك لوفل يساوي الرم اس في هذه القياسات فنشوف الدي اي اي ان ناقص عشرة خلاص احنا ثابت عدنا الناقص عشرة في الديجيطال سكيل كم تساوي دي اي ان سكيل نشوف الرم اس ونشوف البيك اكيد نعمل لهم تصفير ونشوف مثل ما احنا شايفين الناقص 2.6 تساوي عشرة ناقص عشرة في الديجيطال سكيل والناقص 25 في الديجيطال سكيل الرم اس تساوي ناقص 16 هذا الشيء اللي الان ابغاكم شباب تنتبهون اله دائما الان بنتقل الى السكيل الباقي ونشوف الفروقات بينهم هذي قياسات ثابتة هذي معادلات ثابتة احنا قدرنا نحصل عليها من خلال مثل ما قلنا تثبيت الرفرنس تراك تبعنا الى الناقص عشرة نشوف ال ونصفر هذا ممكن انك تفتح اكسل شيت وخلاص تدون ناقص 25 ديجيطال سكيل ناقص 10 ديجيطال سكيل وبعدين تكتب السكيل الباقي وتحط القياسات هذي اللي تشوفها راح تستفيد منها لما مثل ما قلنا تتعامل مع هذي السكيلات البرتش سكيل يدخل في الموجب يعني مجرد انك تشوف موجب معنات الشي الى علاقة بالهاردوير برضو هذا السكيل البيك لفل قاعد يدخل في الموجب الان نجي كي سكيل مثل ما قلنا هذا تابع الى عالم تابع الماسترين بوبكاست لاحظ هنا هو وضحها زائد عشرة لانه قاعد يتعامل مع مهندسين يتعاملهم مع هاردويرات فهو يقول لك انت عطني من الهاردوير حقك زائد عشرة بعض هاردويرات توصل الى خمسة وعشرين بيقولك انا عندي روم الان خمسة عشر ديبي مثلا عند عشرين ديبي وهكذا فهي ارقام يا شباب نشوف الارباطة مثل ما قلنا يا شباب هي قياسات مختلفة ما راح اضيف اكثر من هذا فقط نشوف القياسات هذه كم تساوي في الديجيتال سكيل وعيد وكرر انت عند قياس ثابت في الديجيتال سكيل لا تغير شوف هذا القياس واشي يساوي في الهاردوير واشي يساوي في هذا الستاندر سكيل واشي يساوي في هذا مثلا لما تقول الناقص عشر هادي ديبي كم تساوي في الستاندر اللي يعتمد مثلا في اليوتيوب بما ان الجميع قاعد يتعامل مع اليوتيوب وان شاء الله هذه النقطة نوصل لها في مراحل الماستري نجي للاودنس ونشوف القياسات تبعنا في اشوف القياسات تبعي الى هذا شنهي واثبت عليها علشان في مراحل الماسترينج اشوف ان انا اكون دائما قريب من هذه القياسات وابحث عن العيوب والخلل اللي صير عندي في الميكس مثلا يكون الكيك عالية ويكون واطية ومثلا الكويرات والسترينجات عالية ومشبع المكان اللو البيس زايد اقصد اللو منطقة الفركونسي الهاي قليل وهكذا كل هالاشي هذي لما تتشبع داخل الماستر راح تعطيك قياسات وقلنا شباب فكرة الرفرنس ان فيها دايناميك عالي موجود هنا دايناميك عالي وفي الفراغات هذي المفروض ان اذنك تسمحها بارتياح وما فيها تشبع كبير فان انك توصل الى هذا الليفل من الاستماع ومن الهدوء على السمع في الماسترينج معنات انك انت قاعد توصل الى نقاوة وهدوء على سمع المستمع فنيجي نشوف فشفت عندي قياس المومان تري ناقص 20 الشورت تير ناقص 23 0.5 الانتجر ناقص 23 الرانج 0.8 للتروبي قلنا هذا نفسه الناقص 10 هذي القياسات خلاص دونها وسجلها عندك ودائما لما تجي تعمل ميكسنج ماسترينج تحاول تكون قريب من هذي القياسات اشلون وكيف هذي وصلنا الى مقاطع نتكلم فيها اكيد راح نبحث عن الطرق للوصول الى هذي لكن مقطعي اليوم انا ابغى اشوف من التراك حقي هذا الثابت شينه القياسات اللي قاعد اشوفها قدامي وبرضو في شغلة دائما انت تحصل عندك لما تجي اضيف هنا في الان السند واشوف واشي الاتر اللي يعطيني اياه الامر الطبيعي شباب انك لازم علشان اضيف الرفيرب او اضيف الاشياء لكن هل انت على علم ان هذا قاعد يعطيك لفل زيادة او لا ولما اعطاك لفل زيادة كم مستوى لفل بالنسبة لهذه الامور انا اتكلم عنها بالتفصيل في سلسلة الطريق الاشارة لكن اليوم فكرتي هل قاعد يضيف لفل او لا لان انا اعرف ان لفلي ناقص عشرة ما تغير لما ضفت الان على ترك الايقاع ريفير والان طبعا هذا الريفير الان هذا الريفير معمول لميوت يعني مجرد ان اضيف سن بدون ما ادخل الريفير هل جاني لفل او لا لما يكون هذا الريفل عالي واجد وكم مستوى الريفل والاضافة اللي راح يضيف لاحظ الاضافة اللي ضاف ها مقدار ستة المقدار انا ما يهمني لما اضافت السند هذا اضاف لي لفل هل انت على علم بهذا الشي يمكن وانت داخل العمل والمكساج تروح اضيف السند وتمشي مع المكس حقك وللأسف ترى عندك في لفل ارتفع وانت ما انتبهت له الان من خلال الريفر الستراك من قياس الثابت عرفنا الاضافة اللي كيف الحلول وهذه الامور الان انا مو بصددها ولكن فقط ابغى اعرف ان اضاف لي لفل فننتبه يا شباب من هذي الاخطاء اللي ربما تكون اخطاء خفية لما اعمل لها ميوت الان شو اللي بيحصل رجع اللفل حقي فممكن انك تضيف الريفير بات على التراك كاملة وتعمل لها ديسابل او ميوت ولكن لا تشغلها وانتبه انك تشغلها ولما تشغلها نسبة الاضافة اللي انت تضيف فهذه انتبه منها اللي بغى يعرف تفاصيل عن هذه المستويات في سلسلة طريق الاشارة تكلمت عنها بالتفصيل لما وصلت الى اضافة السند في طريق الاشارة هذي برضو شباب من الامور اللي منها لما نظيف السند الاشياء الثانية من اضافات ايكولايزرات بلغينزار كمبراسرات هذي الاشياء كل واحدة راح ناخدها بشكل منفصل علشان نتكلم عليها ونشوف اثرها برضو علينا في شغلنا وهل الاثر هذا احنا واعين اله او لا وربما تكون اثار خفية ما ندري عنها هذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم تحيات اليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته